السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم سوفتوير بالعربي في هذا الفيديو إن شاء الله سنستعرض تطبيق ممتاز جدا للرقابة الأبوية تطبيق سيسمح لك بالتجسس على هاتف ابنك ومعرفة كل ما يدور بالهاتف يمكنك مراقبة هاتف ابنك من هاتف آخر أو من كمبيوتر عن بعد طبعا وهذا بغرض حماية طفلك وليس بغرض تجسس على أشخاص آخرين فأولا سنشرح ميزة التطبيق وما يمكنه فعله من مراقبة مكالمات وصور وغير ذلك وفي النصف الآخر سنقوم بشرح كيفية تثبيت التطبيق على الهاتف أو على هاتف الطفل ومراقبته من جهاز آخر سواء من هاتف أو كمبيوتر فلنبدأ في الشرح الآن نحن على الداشبورد هنا توجد بعض الخصائص أو الإحسائيات بشكل أعام لدينا هنا اسم الهاتف، نوع الهاتف وإصدار الأندرويد إن كان الهاتف أونلاين أم لا، نسبة البطارية وحالة الجي بي أس والواي فاي هنا لو تراحضون قمت بتسمية الطفل باسم سمير ونوع الهاتف ريد مينان لدينا هذا الخيار فون فايلز، سنضغط هنا على هذا السهم وفي الفون فايلز لدينا ميزات عديدة، منها مراقبة المكالمات، الرسائل، الكونتاكت، الكلمات التي قام بالبحث عنها في البروسر لدينا الصور، الفيديوهات، التطبيقات المستخدمة، مثلا سندخل على الرسائل وكما ترون يعرض لنا الرسائل لكن هناك ملاحظة التطبيق ليس مطالب بعرض كل البيانات التي كانت على الهاتف وإنما سيبدأ بعرض البيانات على الهاتف في اللحظة التي تثبت فيها التطبيق على الهاتف سنرى مثلا الكونتاكت المستجع للهاتف كما ترون يعرض لنا الكونتاكت بشكل عادي لدينا مثلا الصور، مثلا ندخل على صور الكاميرا بهذا الشكل وكما ترون بكل سهولة يمكنك الاطلاع على الصور الموجودة في هاتف ابنك مثلا سندخل على الـ App Activities أو التطبيقات المستخدمة كما ترون يعرض لنا جميع التطبيقات بالإضافة حتى إلى مدة استخدام التطبيق كما ترون لدينا ميزة مهمة ومهمة جدا Location Tracking سندخل على هذا السهم بهذا الشكل ونقوم بالضغط على Location نضغط على Locate بهذا الشكل وكما ترون يعطينا حتى موقع الجهاز الحالي يعني مثلا إذا كان ابنك بعيد عن المنزل فبدون أن تتصل به وتطلب منه أين أنت يمكنك تحديد الموقع مباشرة كما ترون بكل أدقاء لكن بشرط أن يكون الـ GPS مشغل في هاتف الابن هنا لدينا Social Apps كما ترون لدينا جميع وسائل التواصل الاجتماعي يمكننا قراءة جميع المحادثات مثلا سندخل على Messenger بهذا الشكل وهنا سيعطيك إما المحادثات عبارة عن Text بالإضافة إلى اسم المرسل هنا وسيقوم أيضا بالتقاط سكرينشوت من داخل التطبيق كما ترون ندخل مثلا على Instagram بهذا الشكل ونرى إن كان سيعطينا بيانات كما ترون التطبيق يعطينا سكرينشوت من داخل Instagram ولكن لو تلاحظون لم يعطيني أي تيكس لأنني لم أتلقى أي رسالة من Instagram أو لم أرسل أي رسالة في Instagram بعد تثبيت التطبيق على جهاز الهاتف ولدينا أيضا Tinder Telegram يعني كل وسائل توصول اجتماعي حتى وسائل توصول اجتماعي الصينية ويتشات والكيوكيو ولعن سنشرح كفية تثبيت التطبيق وتثبيته على الهاتف لأن تثبيت التطبيق ليس بالطريقة العادية نوعا ما سيطلب منه بعد الصلاحيات وسنرى كفية ربطه بالكمبيوتر لمراقبته من خلال الكمبيوتر عن بعد اسم التطبيق Money Master Android Monitoring يثبت على هاتف الإبن ويتم مراقبته من هاتف آخر أو من كومبيوتر آخر لكن السلبية الوحيدة في التطبيق أنه مدفوعة لكن صراحة أنا أراها سلبية وإيجابية في نفس الوقت لأن هذه النقطة لن تخدم الأشخاص الذين يريدون تجسس على الناس وإنما ستخدموا الآباء فقط فمن يريد حماية ابنه ومرغبة ابنه فالعماني على ده في أن يدفع سعر التطبيق سنرى سعر الاشتراك نضط على Buy Now بهذا الشكل وصراحة مع التخفيضات التي تقوم بها الشركة الأسعار جد 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 ممتازة لدينا اشتراك الشهر بـ 30 دولار يعني مرتفع نوعا ما لكن اشتراك الثلاثة أشهر واشتراك العام يعني سعرهم ممتاز جدا اشتراك ثلاثة أشهر بسعر يعني حوالي 50 دولار يعني بمثابة 16 دولار كل شهر أما اشتراك السنة وهو الأفضل حسب رأيه بسعر حوالي 100 دولار وهو ما يعادل 8 دولار كل شهر فقط فبعد الاشتراك في البرنامج سنضغط على Log In هنا بهذا الشكل وتقوم بيدخال الإيميل والباسورد الذي اشتركت به بعد الدخول سيعطيك المنتجة التي اشتريتها نحن كلما يهمنا Money Master for Android نضغط على Set Up Guide بهذا الشكل هنا سيعطينا جميع المراحل التي سنحتاجها لتثبيت التطبيق على الهاتف ومراقبته من خلال الكمبيوتر كما ترون أولا يجب أن يكون الهاتف الذي نريد مراقبته بين يدينا حتى نتمكن من تثبيت التطبيق عليها ثانيا طبعا لا يمسح باستخدام هذا التطبيق في انتهاك حقوق الغير فكما ترون أول خطوة يجب علينا فعلها هي الدخول إلى هذا الموقع من خلال الهاتف فبعد فتح البروسر الخاص بالهاتف سنقوم بالدخول إلى الموقع من خلال الهاتف بهذا الشكل ثم نقوم بسحب هذا بهذا الشكل نضغط على Download Download Anyway لأن التطبيق سليم لدي عدل خوف من أي شيء كما ترون بدأ معنا التحميل بعد نهاية التحميل سنقوم بتثبيت التطبيق بهذا الشكل Install إذا أعطاكم أي انذار أو رسالة بأن التطبيق به فيروس فقوموا بتثبيت التطبيق لا دعي للخوف من أي شيء ربما النظام سيعتبره تطبيق خطير لأن التطبيق سيأخذ صلاحية حساسة في الجهاز فسيعتبر التطبيق تجسس وسيرطيك تحذير بخصوص هذا لكن لا دعي للقلق فنحن سنستخدمه في شيء إيجابي وليس سلبي سنقوم بتعطي على Open بهذا الشكل ثم نقوم بإدخال نفس الإيميل والباسورد الذي نشترك بهم نقوم باختيار اسم الطفل مثلا رضا بهذا الشكل وهنا عمر الطفل مثلا سبع سنوات Next Got it Yes وهنا سيطلب مننا يعني بدأ الصلاحيات سنقوم بإعطائه هذه الصلاحيات طبعا نقوم باختيار System Update Service التطبيق سيأتي بهذا الاسم نقطع هنا على هذا الخيار ثم نقطع Proceed to Setting لإعطاء الصلاحية الثانية هنا يجب علينا إلغاء حماية Google Play نضغط هنا على Setting أنا ألغيتها سابقا تكون بهذا الشكل سنقوم بإلغائها Turn Off ونقوم بالعودة Already Set Yes نضغط على Proceed to Setting ثم نضغط على Download Apps System Update Service ونقوم بإعطائه هذه الصلاحية أيضا نفس الشيء سيأتي تحذير لكن لا داعي للغلق من أي شيء Proceed to Setting System Update Service نفس الشيء ثم إلى الصلاحية الموالية هنا سنقوم بمنحية صلاحية الآدمين نضغط على Activate This Device Admin App OK الصلاحية الموالية Start Now Allow All Yes هنا هذه الصلاحية خاصة بال Location نضغط على App Permissions بهذا الشكل حتى تكون لنا الإمكانية في تحديد موقع الهاتف Location Allow All The Time بهذا الشكل الصلاحية الموالية صلاحية خاصة بالبطارية نضغط على No Restriction ثم خاصية Auto Start يعني سيشتغل التطبيق مباشرة أثناء تشغيل الجهاز بهذا الشكل Already Set Yes ثم هذا الخيار هو موجود على بعض الأجهزة فقط جهازي التي توفر على هذه الخاصية كانت موجود قديما على إصدارات سابقة من الأندرويد Already Set Yes ثم نضغط على Start Monitoring بهذا الشكل وانتهت عملية التطبيق الآن مباشرة سيختفي التطبيق من الجهاز حتى لا يلاحظه الطفل الآن بعد تطبيق التطبيق على جهاز الهاتف سنقوم الآن بالضغط على Verify Setup هنا والآن يمكننا الوصول إلى الهاتف كما ترون الإسم رضا ويمكننا الإطلاع على جميع البيانات كما شرحنا سابقا أذنوا أن الشرح كان بسيط ومفهوم للجميع أتمنى أن تستخدموا هذا التطبيق في أشياء الإيجابي ولسا فيه التجسس على أغراض الناس يعني حسب تجربتي للتطبيق يعني ممكن أعطيه تنقيضة 9.5 من 10 وأنسحكم شخصيا بإقتناء هذا التطبيق رابط موجود في صندوق الوصفة لا تنسوا اللايك حتى انتشر الفيديو أكثر واستفيد الجميع إذا كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا لي في التعليقات وأنا أرد على الجميع بإذن الله ونلتقى في الفيديو القادم إن شاء الله